في صفعة لنصائح الحلفاء والداعمين وقع رئيس حكومة الاحتلال المكلف بن يمين نتنياهو اتفاقا اتلافيا مع زعيم حزب الصهيونية الدينية المتطرف يتسئل سموتريتش يقضي بتولي الأخير حقيبة وزارة المالية لعامين بالإضافة لاستلام منصب وزير في وزارة الدفاع وبمقتضى هذا الاتفاق سيتولى سموتريتش مسؤولية مباشرة عن تصاريح البناء ومشاريع توسع الاستيطاني في الضفة الغربية من أكثر أعضاء الكنيسة تطرفا وعنصرية وكرها للفلسطينيين بات بموجب اتفاقه مع بن يمين نتنياهو المسؤول الأول عن مستقبل الأوضاع بالضفة الغربية وقطاع غزة إذ انتقلت وحدتا الإدارة المدنية وتنصيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إلى يتسلئل سموتريتش وذلك في خروجا عن بروتوكول تعيين رئيس وحدة الإدارة المدنية الذي كان مناطم برئيس أركان الجيش حصريا منذ تأسيسها قبل أربعين عام سموتريتش استطاع أن ينتزع من نتنياهو كل ما أراده من أدوات من أجل تمرير أجندة يمينية لسنوات لما يستطيعوا تمريرها وخاصة فيما يتعلق بالضم بشكل فعلي عندما يكون هو المسؤول عن إدارة المدنية وعن تعيين المنصق وعن الحرس الحدود بين كبير مناطق سي كلها ستصبح مهددة وهكذا تنتقل الملفات الجدلية والاستفزازية تحت إدارة سموتريتش في مقدمتها ترخيص البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وحظر البناء على الفلسطينيين وإصداروا تصريح العمل للفلسطينيين والاتصال بالسلطة الوطنية للتنصيق الأمني والمدني فضلاً عن مشاريع البنية التحتية من شق طرق ومد شبكات مياه الاتفاق الحكومي ينذر بترخيص ثلاثين بؤر استيطانية مقامة على أراضي فلسطينية خاصة ذلك أن من بين صلاحياته تشريع الاستيطان دون الحاجة لموافقة حكومة الاحتلال هذه حكومة عنصرية فاشية هدفها المركزي ضم وتهويد الضفة الغربية بالكامل والقضاء على أي حق للشعب الفلسطيني ولذلك اليوم المطلوب وحدة كل الفلسطينيين في مقاومتها على برنامج وطني كفاحي مقاوم والمطلوب من كل الأطراف العربية والدولية أن تفرض عليها مقاطع وعقوبات وأن تصنف حزب بينكفير واسموتريتش كأحزاب إرهابية وفق اعتبارات ومصالح ضيقة على رأسها محاولة الإفلات من المحاكمة يكاد ينهي بنيمين نتنياهو تشكيل حكومته عبر تسليم الحقائب الوزارية الحساسة لزعماء الأحزاب الدينية المتطرفة لكنه سيخلق بذلك في نظر مراقبين أزمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ألدين حذران نتنياهو من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية؟ من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية